وهم صالب وسلم على على العربي الأشير محمد على العربي الأشير محمد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأن تعلم الغيوب أما بعد أيها السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدما أنهينا الكلام في الحصة السابقة على المواضع التي تكون فيها الفتحة علامة على النصب وتكلمنا أيضا على المواضع الذي تكون فيه الألف علامة على النصب نيابة عن الفتحة وهو الأسماء الخمسة نتكلم في هذه الحصة بإذن الله عن المواضع التي تكون فيها الكسرة علامة على النصب والمواضع التي تكون فيها كذلك لياء علامة على النصب وفي أي موضع تكون أو يكون حتف النون علامة على النصب قال المصنف رحمه الله ورضي عنه وأما الكسرة فتكون علامة على النصب في جمع المؤنث السالم وأما الكسرة إذن الكسرة تكون علامة على النصب نائبة عن الفتحة إن في علامة فرعية نائبة وليست أصلية الكسرة تكون علامة على النصب في موضع واحد ألا وهو جمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم قد سبق لنا تعريفه هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين سمي جمع المؤنث سالما لأنه سلم فيه بناء مفرده من التغيير وقد سبق لنا أنه يرفع وتكون علامة رفعه الضم أما هنا فينصب وتكون علامة نصبه الكسر نيابة عن الفتح والأمثلة على ذلك واضحة كما وضحنا على الصبورة أمثلة من القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى على سبيل المثال إن المسلمين والمسلمات فالمسلمات راح جمع مؤنث سالم جمع لمسلمة وفي الآية راح معطوف له هو حرف عطف وراح معطوف على المسلمين والمسلمين راح اسم منصوب بإن المسلمين راح اسم منصوب بإن حرف نصب وتوكير المسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عواض عن التنوين في الإسم المفرد كما سيأتي لنا الواو حرف عطف المسلمات معطوف على المسلمين والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الكسرى نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وعلى سبيل المثال قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من يكثير في القرآن الكريم وعملوا الصالحات الصالحات في الآية الكريمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرى نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم قال سبحانه وتعالى خلق الله السماوات السماوات في الآية الكريمة رحى مفعول خلق في الماضي من الفتح الله لفظ الجلال فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة السماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرى نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم قال سبحانه لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات فنلحظ أن آيات رحى جمع مؤنث سالم جمع آية مبينات جمع مؤنث سالم جمع مبينة وهكذا فكلا جمع المؤنث سالم في الآية رحى منصوب لقد أنزلنا آيات آيات رحى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرى نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم مبينات نعت لآيات ونعت المنصوب منصوب وعلامة رصبه الكسرى نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم قال سبحانه وتعالى أياما معدودات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمعدودات جمع معدودة جمع مؤنث سالم وهو في الآية الكريمة راح منصوب راح نعت لأيام ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه الكسرى نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وهكذا الأمثلة واضحة وإعرابها واضح إذن فجمع المؤنث السالم ينصب وتكون علامة نصبه الكسرى نيابة عن الفتحة ثم قال رحمه الله وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع الياء أيضا علامة فرعية نائبة عن الفتحة في النصب وتكون علامة عن النصب في موضعين في الإسم المثنى وفي جمع المذكر السالم في الإسم المثنى وفي جمع المذكر السالم وقد سبق لنا تعريف المثنى من الأسماء وكذلك سبق لنا تعريف جمع المذكر السالم إذن جمع المذكر السالم ينصب علامة نصبه الياء والمثنى ينصب علامة نصبه الياء ونأخذ أمثلة على ذلك على المثنى قال سبحانه وتعالى فإن لم يكونا رجلين فراجل ومرأتان في سورة البقرة في آية الدين فإن لم يكونا رجلين فراجل ومرأتان فراجلين في الآية الكريمة رها منصوبة وعلامة نصبه الياء لأن رجلين موقعها في الإعراب أنها خبر خبر يكون خبر يكون منصوب وعلامة خبر يكون خبر الفعل الناسخ منصوبة علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون العوض عن التنوين في الإسم المفرد وقال سبحانه ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان فامرأتين في الآية الكريمة رها منصوبة بالياء لأنها مثنى مثنى لمرأة وموقعها من الإعراب أنها مفعول لوجد ووجد من دونهم امرأتين تذودان فامرأتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنن والنون عوض عن التنوين في الإسم المفرد وقال جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هكذا وهديناه النجدين فتلحظ أن المثنيات في هذه الآية ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين عينان عينين مثنن لعين وشفتين مثن شفة وهديناه النجدين يعني هذه كلها مثنيات وكلها منصوبة ألم نجعل له عينين عينين رهى مفعول لنجعل منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنن والنون عوض عن التنوين في الإسم المفرد ولسانا وشفتين شفتين رهى معطوفة على عينين والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنن والنون عوض عن التنوين في الإسم المفرد وهديناه النجدين النجدين وهديناه النجدين فالنجدين رهى مفعول به لهذا أو يعني الإعراب الكلمة فيه فيه يعني كلام يعني لا حاجة لنا به المهم محل الشاهد أن النجدين رهى مفعول به أو تعرب بإعراب آخر على منصوب على إسقاط الخافض إلى غير ذلك النجدين رهى منصوبة وعلامة نصبها الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنن والنون عوض عن التنوين في الإسم المفرد وهكذا الأمثلة واضحة والإعراب في ذلك سهل وواضح وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمعي مقصود بالجمع جمع المذكر السالم لا جمع التكسير جمع التكسير ينصب بالفتحة أما جمع المؤنث السالم وهذا هو المقصود بقوله والجمع فإنه ينصب علامة نصبه الياء ونأخذ أمثلة على ذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين جمع قوام رح جمع مذكر سالم قوامين وقوامين في الآية رح خبر للفعل كان خبر منصوب علامة نصبه اليابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الإسم المفرد وقال سبحانه إن المصدقين إن المصدقين والمصدقات فالآية فيها شاهد لما نحن بصدده وفيها شاهد لجمع المؤنث السالم المنصوب بالكسرة إن المصدقين والمصدقات إن حرف نصب وتوكيد المصدقين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الإسم المفرد والمصدقات وهو حرف عطف المصدقات معطوف على المصدقين والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وقال سبحانه وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا حرف استثناء وما بعدها يكون مستثنى منصوب فالمصلين مستثنى منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الإسم المفرد وقال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فالمنافقين رهى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الإسم المفرط وهكذا فالأمثلة واضحة والإعراب في ذلك أيضا واضح جلي وأما حدف النون فعندما حدف النون يكون علامة على المصب في ماذا؟ في الأفعال الخمسة ما هي الأفعال الخمسة؟ وهي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع هو ضمير المؤنثة المخاطبة وبعبارة مختصرة بسيطة كما سبق لنا أفعال الخمسة هي كل ما كان على وزني يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين تسمى الأفعال الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة سبق لنا أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون في قول المصنف وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وتنصب هنا بحتف النون بحتفها فترفع بثبوت النون وتنصب بحتفها ونأخذ أمثلة على ذلك قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون محل الشاهد فيه تنالوا وتنفقوا لن تنالوا فعل مضارع تنال تصل به ضمير جماعة وكذلك تنفق فعل مضارع تنفق تصل به واو الجماعة وكلا الفعلين منصوب أما الأول فهو منصوب بلن حرف نفي ونصب واستقبال منصوب علامة نصبه حتف النون لأنه من الأفعال الخبصة والواو هذه تبقى فاعل ضمير متصب ابني على السكون في محل رفعين فاعل حتى تنفقوا تنفقوا رحمة نصوب بحتى حتى حرفوا نصب وغاية تنفقوا فعل مضارع منصوب وعلابة نصبه حتف النون لأنه من الأفعال الخبصة والواو كذلك فاعل يبقى فاعل ابني على السكون في محل رفعين فاعل وقال سبحانه فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا من صورة البقرة لأن حرف النصب ونفين واستقبال تفعلوا فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حدف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهكذا وقال سبحانه فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا أن يصالح أن حرف مصدر ونصب ويصالح فعل المضارع فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حدف النون يصالحاني هذا إذا كان مرفوع ولكن لما نصب حذفت النون وعلامة نصبه حدف النون والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وقال سبحانه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أن حرف مصدر ونصب تصوم فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حدف النون أصل تصومون عندما يكون مرفوعا ولكن لما دخل عليه عامل النصب وأن المصدرية حذفت النون وكان حدفها علامة على النصب وأن تصوموا فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حدف النون والواه فاعل ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم حل الشاهد في تستطيعوا وتعدلوا وكلاهما منصوب تستطيعوا منصوب بأن وعلامة نصبه حدف النون لأنه من الأفعال الخمسة ولو يبقى فاعل دائما أن تعدلوا أن حرف مصدر ونصب تعدلوا فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حدف النون وقال سبحانه إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله إلا أن يخاف أن لا يقيم محل الشاهد في يخاف ويقيم يخاف فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حدف النون يخافاني عندما تكون مرفوعة والألف فاعل ألا يقيم يقيم هدرها منصوب بأن المصدرية أصل ألا أن لا هكذا وأضغمت النون في اللام ألا يقيم يقيم فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حدف النون والألف ضمير متصبني على السكون في محل رفع فاعل ولا هذه أن لا أصلها أن لا لا نافية وأن المصدرية فأضغمت النون في اللام وهو كثير في القرآن الكريم إذن فالأمثلة واضحة والإعراب أيضا جلي ومفاد هذه الأمثلة كلها أو أن الأسماء والأفعال الخمسة عفوا تنصب وعلامة نصبها حدف النون وهنا تمام الكلام على علامات النصب ثم انتقر المصنف رحمه الله إلى علامات الجر نتركها لدرس قابل إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي على نبينا وحمد الهدي هو المدينة حمد الهدي هو المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر